اشتركوا في القناة اجددا في الدرس العاشر من الكورس التدريبي الأسطورة السبعة ومع المحور الذي نحن بصدده ألا وهو محور المحتوى والإشكالية الكبرى المطروحة كيف يمكنني أن أصنع محتوى مميز لمدونتي فإن شاء الله الدرس اليوم هو التقنية المغربية الرابعة لصناعة محتوى حصري وهي تقنية مبتكرة بالدرجة الأولى فخلال هذا الدرس إن شاء الله سوف أشرح لكم خطة التقنية بدقة لأن التقنية أو أي تقنية بصفة عامة تتطلب أن نفهمها قبل أن نطبقها وحرصا مني على جودة العملية التعليمية فأنا جد حريص إن شاء الله على أن أجعلك تفهم قبل أن تطبق لذلك لننطلق مباشرة إلى شرح خطة التقنية وكيف يتعمل تقنية أول شيء أود شرحه وتوضيحه هو أن هناك قاعدة عظمى في هذه المسألة يعني هناك قاعدة ستجدها مذكورة في العديد من الكتب من كتب السيو والكتب الخاصة بصناعة المحتوى وكذلك الكورسات هذه القاعدة تقول أن هناك موازنة قطعية يجب تحقيقها بين جودة المحتوى الذي تقدمه لمحركات البحث والمحتوى الذي تقدمه للقارئ وهو هو نفس المحتوى سأشرح لك ذلك بوضوح أكبر نعتبر أن هذه هي المقالة التي سنضعها هذا هو العنوان نحاول تضخيم العنوان بعد بعض الشيء ليتميز عن بقية المقالة نحاول تضخيمه أكثر ثم نص المقالة النص العادي للمقالة فأي مقالة التي هي تعتبر من صميم محتوى المدونة لها عنوان ونص فكلما حاولت تحسين هذه المقالة ورفع جودتها بالنسبة للقارئ البشري كذلك تنخفض جودتها بالنسبة لمحرك البحث يعني إذا ركزت على جعلها جيدة بالنسبة للقارئ البشري فأنت ستهمل مسألة كتافة الكلمات المفتاحية والتقنيات التي سنتكلم عنها فيما بعد فلذلك القاعدة العظمى تقول أنك يجب أن تحقق نسبة خمسين في المائة خمسين في المائة من ناحية الجودة يعني أن تجعلها أن تعطيها خمسين في المائة من اهتمامك لجعل المقالة صالحة ل معذرة صالحة للقارئ البشري وأن تعطيها خمسين في المائة كذلك لعنكبوت محرك البحث كمان علم أن محركات البحث لها عناكب تجوب الويب وتقوم بعمل سكان للصفحات للتعرف على محتوها ومدى جودتها لذلك يجب عليك حسب القاعدة العظمى الخاصة بالمحتوى يعني المنتشر أو أسميها القاعدة التقليدية أن تعطيها خمسين في المائة من اهتمامك للقارئ البشري فتكون نسبة الجودة عندك للقارئ البشري هي خمسين في المائة ليس أكثر وخمسين في المائة لمحركات البحث فهنا لا نستطيع تسمية هذه القاعدة بقاعدة أو بالقاعدة العظمى أو الموازنة العظمى إنما نستطيع تسميتها بالقيد الأعظم أنا شخصيا أسميها القيد الأعظم لأنها تقيدك لا تستطيع أن ترفع قوة محتواك بالنسبة للقارئ إذا التزمت بهذه القاعدة فلا تستطيع رفع مثلا قوة محتواك إلى تسعين في المائة بالنسبة للجودة البشرية كذلك لا تستطيع رفعه مثلا إلى سبعين في المائة بالنسبة لجودة سيو يعني جودة معايير محركات البحث فما أود تنبيه له هنا هو أن القاعدة العظمى أو الموازنة العظمى هي قيد يقيدك ويمنعك من بلوغ مستوى أعلى من ناحية المحتوى ف أستطيع تمثيل هذه المسألة هنا أنك كلما رفعت جودة السيو قلت قلت الجودة البشرية معذرة أقوم بتغيير اللون لا يتغير أقوم بتغيير الجهة التي أرسم فيها كلما رفعت جودة السيو رفعت جودة السيو نقصة الجودة البشرية وكذلك كلما رفعت الجودة البشرية قلت جودة السيو في محتوىك فتبقى أنت دائما محاصر بهذه القاعدة فاليوم إن شاء الله سوف نكسر القاعدة العظمى أو القيد الأعظم للمحتوى لذلك سوف نستخدم التقنية المبتكرة والتي سميتها وهي واحدة من تقنيات التي أعتمدها فيما يخص مشكلة أو معضلة المحتوى فسنستخدم التقنية المغربية الرابعة لصناعة محتوى حصري لماذا الرابعة؟ لأنها هي الأبسط والأسهل في التطبيق على الإطلاق لذلك اخترت أكثر تقنية لائم يعني الشخص الذي بدأ للتو في هذا المجال فأقوم بمسح الصبورة لأشرح لكم إن شاء الله ما هي التقنية أو الخطة التي سنعتمدها لصناعة هذا المحتوى وكيف أي أنك كيف ستصنع محتوى رغم ضعف اللغة الإنجليزية وستصنعه بسرعة وستخلق فيه أو ستخرق فيه ستكسر فيه القيد الأعظم الذي فرض عليك في العديد من الكورسات والكتب الخاصة بالسيو ف نبدأ متوكل على الله أرسم الشكل العام للمدونة ف المناطق العادية الهيدر ومنطقة الصيد بار الخاصة بالإضافة والويدجيت ومنطقة كما قلنا المقالة أو المحتوى الذي سنضعه أو المنشورات ف في هذه المنطقة التي سأؤطرها الآن سأشرح لكم ماذا سنفعل بالضبط أي أن هذه المنطقة هذا المستطيع الذي هو مكان وضع المقالة هو محور العمليات ومحور الخطة التي سنقوم بها الآن فأركز معي من فضلك فالمستطيل الذي سأرسمه الآن هو يخص فقط نسميه مستطيل المقالة أو المنشور فنرسم المستطيل الذي سيحتوي المقالة أو المنشور هنا أتذكر حوار دار بيني وبين أحد أصدقائي في الساعة متأخرة من الليل بعد انتهائنا من التداريب حيث أنه سألني عن إشكالية المحتوى وقال لي كيف يمكنني أن أكسر القاعدة العامة للمحتوى يعني القيد الأعظم للمحتوى فحينها كنت قد صممت هذه التقنية وغيرها من تقنية فأجبته أن المسألة جد بسيطة للغاية يجب علينا أولا فصل عناصر المحتوى ما معنى فصل عناصر المحتوى أي أننا إذا أردنا مثلا هذا محتوى نصي نص ما قال إذا أردنا تحقيق نسبة سي عالية ونسبة جودة بشرية عالية فهذا لا يمكننا تحقيقه داخل عنصر واحد يعني داخل نفس النص فهذا النص الذي سنضعه في المقالة لا يمكن أن نجعله قوي بنسبة 90% في السي وقوي بالنسبة 90% من ناحية العامل البشري أو القارئ البشري لذلك سوف نجعل المقالة متعددة العناصر أي أننا سنجعل في المقالة عنصر نصي وصورة وهنا هذه الصورة أعتبرها تقنية منفاردة أعمل عليها فهنا سأشرح لك الأمر بمنتهى البساطة هذا هنا أعتبره عنوان بالأحمر عنوان المقالة سأحاول أن أسطر عليه لكي يبقى واضحا وجليا عنوان المقالة فهذا عنوان المقالة فكما قلت لكسر القاعدة العظمى سنجعل مقالتنا عبارة عن صورة زائد نص فأول شيء أو أول رغبة سنقوم بتلبيةها هي رغبة القارئ البشري كيف ذلك فالقارئ البشري سوف نضع له في هذه الصورة عبارة عن guide أو دليل مختصر ما معنى دليل مختصر أي أنني أضع له صورة أو أيقونة صغيرة هنا ثم بجانبها نصيحة قصيرة ففي هذه الصورة سأختصر ما سيريد في المقالة في نصائح عملية يعني في هذه الصورة هنا تكمن عبقرية هذه الطريقة أي أنني في هذه الصورة سأقوم بأخذ المقالة الرئيسية التي قمت بنقلها من أحد المواقع مثلا أخذت مقالة من design article وسأشرح هذا بالتفصيل في التطبيقات أخذت مقالة من design article هذه المقالة هي مكتوبة بطريقة بشرية وجودة عالية وكل شيء أقوم بأخذ أهم النصائح فيها فقط النصائح يعني سطر أو سطر ونصف ووضعها داخل الصورة عن طريق الباد يعني تكوين تكوين دليل قصير ومختصر من النصائح يعني ثلاثة نصائح تخص الموضوع يعني ثلاثة نصائح داخل الصورة تخص الموضوع أو أربعة نصائح أو على الأكتر بالنسبة لي سبعة نصائح داخل الصورة فأنا غالبا في بعض المقالات ما أقوم بوضع الصورة على الشكل الآتي هاته منطقة المقالة أقوم بوضع صورة مستطيلة طويلة ثم يأتي بعدها المحتوى النصي ففي هذه الصورة أقوم بوضع دليل مثلا صور لبعض الأغذية وكيف يمكن استخدامها في جملة أو جملتين في النظام الغدائي صورة صغيرة ثم نصيحة صورة صغيرة ثم نصيحة فأجعل صورتي على شكل دليل مختصر فاستخدام دليل مختصر في شكل صورة هو كما أقول تقنية جد تعبقارية في إرضاء القارئ البشري وهنا أكون قد أزحت عني أكبر عبء ألا وهو القارئ البشري حيث أنه بمجرد رؤيته لهذا الدليل بمجرد رؤيته لهذا الدليل فلن يحتاج لقراءة النص فالنص هو كفيديوهات اليوتيوب مجرد وصف هذا النص الموجود هنا هو مجرد وصف يعني لا يتخطى كونه وصف لما يدور هنا فالقارئ ما يهتم به هو الخطوات العملية مثلا خطوات عملية لإنقاص الوزن خلال ثلاثة أسابيع فهذه الخطوات العملية أصفها في سطر 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 داخل الصورة وأضع بجانبها صور جميلة مثلا صور الخضروات التي سيقوم بتناولها التي تحتوي مثلا سعرات حرارية سالبة وما إلى ذلك فصور جميلة زائد بضعة أسطر من الخطوات العملية المختصرة فأكون دليل عملي على شكل صورة يعني دليل عملي على شكل صورة فيه كل ما يحتاجه الشخص مكتوب وبصور جميلة صغيرة فأكون بهذه الطريقة أشبعت رغبة القارئ البشري بنسبة 90% نظرا لأن المحتوى الذي وضعته داخل هذا الدليل هو منقول هو مجرد جمل يعني جمل وسأشرح الطريقة بأكتر تدقيقا في فيديو متفرد لكيفية تحويل مقالة إلى دليل عملي مختصر في صورة فأتمنى أنا أحاول أن أوصل إليك هذه المعلومة بكل ما أتيت من قوة يعني سأشرح لك بكل بساطة كيف تحويل مقالة إلى دليل عملي مختصر تضعه في منشورك على مدوناتك فهنا أكون قد ارتحت بنسبة 90% من مسألة القارئ البشري يبقى لي الجزء السهل للغاية ألا وهو وضع تركيبة معينة من الكلمات المفتاحية في الجزء أو العنصر نصي من المقالة وضع تركيبة معينة من الكلمات المفتاحية تلبي رغبة العناكب يعني يعني عناكب محركات البحث وبهذه الطريقة أكون قد تمكنت من إشباع رغبة العناكب بنسبة 90% أيضا فأكون قد حققت عنصر نصي قوي من ناحية السيو بنسبة 90% إضافة إلى عنصر في شكل صورة وكما قلت الدليل العملي المختصر يشبع رغبة القارئ البشري بنسبة 90% فأكون هنا قد حطمت قاعدة الخمسين خمسين وأحللت مكانها قاعدة 90% يعني أنني كسرت القيد الأعدم بطريقة جد بسيطة وسهلة أختصرها لك في فصل العناصر لأن مقالتنا كانت مشكلة من عنصر واحد فأصبحت مشكلة من عنصرين من صورة زائد نص فحينما نفصل العناصر يصبح بإمكاننا تطبيق هذه القاعدة أو هذه تقنية المبتكرة والحصول على الجودة التي نريد والنتائج التي نريد من خلال مقالتنا أتمنى أن أكون قد وضحت لكن أظن أن الأمر يتطلب المزيد من توضيح فهذا الشرح الخطة فقط لكن سأشرح الطبيق بالتفصيل لكل عنصر مثلا سأشرح طبيق صناعة الصورة أو الدليل العملي المختصر الذي سأضعه كصورة في مقالتي بطريقة جد مفصلة في فيديو لوحده ثم أشرح صناعة النص المحتوى النصي في فيديو لوحده فهنا أحب أن أنبه إلى فائدة ثالثة فضلا عن 90% قوة سيو و90% قوة المحتوى البشري أنه من معايير جوجل بانجوان وجوجل باندا يعني الخوارزميات الجديدة أو التحديثات الجديدة لجوجل أن أي مقالة إذا كانت أحادية العناصر فهي أحادية العناصر يعني تتكون من النص فقط كما ترون الآن فهذه ما اعتبر أن هذا هو العنوان تعتبر مقالة أحادية العناصر أي مقالة أحادية العناصر فهي لا ترقى إلى جودة مقالة متعددة العناصر يعني فيها أكثر من عنصر معلوماتي يعني مثلا مقالة فيها نص زائد صورة أو يعني كالآتي العنوان الصورة وهي عنصر معلوماتي والنص فهذا يعطي لهذه المقالة امتياز على المقالة التقليدية التي هي تحتوي على النص فقط فهنا كتذكير بسيط في آخر هذا الدرس فالتقنية تتلخص في أننا نصنع صورة التي هي عبارة عن دليل مختصر يتكون من مصائح أو خطوات عملية لحل المشكل الذي تعالجه المقالة وبهذا نكون قد لبينا رغبة القارئ البشري بنسبة 90% ثم ثم نقوم بصناعة مص كذلك مركز من ناحية تركيبة الكلمات المفتاحية المتواجدة به وكتافة الكلمات المفتاحية المتواجدة به يلبي رغبة عناكب محركات البحث بنسبة 90% فنكون قد كسرنا قاعدة 50% 50% ولله الحمد أشكركم على حسن تتبعكم كان هذا فقط شرح مفصل للخطة التي سنعتمدها سأشرح صناعة كل عنصر من عناصر المحتوى في فيديو منفرد إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه أراكم إن شاء الله في الفيديو المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر